وجهة نظري المتواضعة في الأمراض المناعية العصبية كأخصائي وأباحث في عملية التأهيل لكل هذه الأمراض أنا لا أقلل من فضاعت هذه الأمراض والأعراض الحادة اللي بتكون موجودة يعني مش شغلة بسيطة أني أصحى الصبح ولكن كل جسمي متخدر وكل الخضران موجود في الرجلين وقعوا تقريبا نص ساعة إلى 45 دقيقة أو ساعة أو أكتر أمانها أني أقدر أتحرك وأشعر في إجرية أفقد حاسة الشعور أنا متصور كدهش فيه تعب عند أي تغير حرارة أو تغير بروضي كدهش إحنا حساسين لهذه الآلام وهذه المعاناة بس كل الأمراض المناعية العصبية بتتشارك في الكثير من الأعراض والكثير من الطرق العلاجية والكثير من المؤثرات الأمراض العصبية اللي هي أمراض منعية ذاتية والأغلب منها بيكون متصاعد في الشراسة وحديثنا اليوم كان بشكل مفصل عن التلايف والتصلب اللويحي اللي هو خراب للأعصاب والطبقة العازلة منه في عنا مرض الفايبروماليجيا كمان هذا مرض مناعي عصبي بيعطي حساسية شعور في الألام أو البرودة أو الحرارة بشكل مبالغ فيه من الجهاز العصبي في عنا مشكلة الأزهايمر اللي هي فقدان للتوصيلات العصبية اللي بتحرك العصاب وبتوصل النهايات العصبية وهذا منتج عنه طبعا ضعف في الذاكرة وفقدان للذاكرة كله بتلخص في أمراض بتتشابه في الأعراض الأعراض اللي هي الكل عارفها من حساسية للحرارة للبرودة حساسية للألام حيكون عنا أكيد حساسية إنسولين حساسية للارتفاع السكة حيكون في عنا أكيد حساسية للكرتزول ويعني تعب في الغد القضرية وحيكون في عنا ممكن لسه مشاكل في الكوليسترول والتفاع الكوليسترول وهي دي كلها بتكون جاي وحدة واحدة المؤثرات اللي دايما بتأثر بشكل كبير أول شي فقدان فيتامين دال 3 أو التعرض لأشعة الشمس أو أخذ هذا الفيتامين كمكملات هذا دائما بيصعد وبضعف الأعراض سواء في التصلب اللويحي أو الفيبرو ماليجيا أو التهاب الأعصاب الترفية خلينا ننظيفها للأمراض هذه كلها اللي هي ضعف الأعصاب بعد حالة إنزلها غذروفي عرق نسا مزمن كمان بصير فيها التهاب في الأعصاب الترفية وهذه الأعراض مشابهة للأعراض الدماغية كله جهاز عصبي سواء مركزي في العمود الفقري أو في الدماغ أو فرعي بروح للأطراف ومنه الحسة ومنه الحركة يعني فقدان التوازن التشنجات التصلبات في حركة العضلات هذه كلها أعراض حسية زيادة في الانفعالات يعني بيكون في عنا لأي حركة لأي منبح عصبي لأي إضاءة لأي إذا بنا نعمل فحوصات هذه من لكها كلها عالي لأنه ما في سيطرة فيتامين دال أساسي إننا نشبع حالنا فيه الشغل الثاني الكورتزول وارتفاع الكورتزول دايماً بزيد الأعراض بزيد الأعراض وهذا اللي منلاحظه مع التصلب اللي هويحي مع الفايبرو ماليجيا أي زعلة أي شيء بضاعف الأعراض والتخلص من ارتفاع الكورتزول نبين وواضح إنه عن طريق أواشي التمارين التنفسي والحركات البسيطة اللي ممكن نعملها ولازم نعملها في الفترة الصباحية من الساعة 7 إلى الساعة 9 فترة ارتفاع هرمون الكورتزول بالشكل الطبيعي وهذا تسحب معه ارتفاع للسكر وارتفاع للكوليسترول في داخل الأوعية الدموية بدون ما نوكل شيء هاي تغيرات داخلية فالتمارين التنفسي الحركة المشي الأعمال اليدوية الصباحية كلها بتكون صباحا لأنه لسه فيه عندي طاقة وفيه عندي جهد وفيه عندي ارتفاع للكوليسترول فأنا بدي أمشي مع الطاقة هذه واتفادى عواقبها السكر السكر دايما بزيد من هذه الأمراض كلها هذه الأمراض مرتبطة في ارتفاع السكر في الدم وتخفيف حدة السكر في الدم كمان معروفة من تمارين من حركات تنفسية من محاكاة الوضع الهرموني للجسم فترة صباحية بدي أتحرك بدي أعمل جهود بدني بدي أعمل تمارين تنفسية الفترة المسائية بدي أكثر من المشي الخفيف البسيط بدون جهود بدني كتير اللي أقدر أرتاح فترة النوم فالسكريات والنشويات بنا نخفف منها كمان كل الأمراض المناعية العصبية مرتبطة ارتفاع توثيق في الكولون وفي صحة والبيول جيد اللي موجود في الكولون لأن الكولون هو مصنع للمنبهات والمواصلات العصبية اللي بتخفف حدة الكورتزول زي السيريتونين والدوبامين اللي نقصه حيسبب الألزهايمر أو مرض الرعاش والدوبامين ينتج 50% منه في داخل الأمعاء وينقل عن طريق العصب الحائر يعني الأمراض المناعية العصبية وبالذات العصبية مرتبطة بشكل رئيسي في الكولون فصحة الكولون من الأكل اللي ما فيه جلوتين كمان للناس اللي عندهم كمان حساسية الجلوتين إضافة لحساسية السكر والإنسولين والكورتزول فنبعد عن الجلوتين اللي موجود في كتير من البذور أو الخبز الأبيض أو النشويات هذه اللي هي حتزعج وتثير الأعراض ونكثل الشوفان مثلا فيش فيه جلوتين ممكن ناخده في الفترة الصباحية مع اللبن الرايب البكتيريا الجيدة الشعربات شعربات العظام شعربات الدجاج حساء الدجاج الشغلات الرطبة اللي فيها دهون صحية لترميم كدر ما نقدر فيها الأمعاء وتحسين الجدران الخارجية لها الكولون وتخفيف الأعراض اللي بتكون كمان متصاحب مع الأمراض المناعية هذه من الكولون العصبي وعصر الهضم وهذه الأمور يعني هذه الأمور إذا تقيدنا فيها أو بعدنا عن الشغلات اللي بتثير هذه الأمراض المناعية وبلشنا نظام تغيير حياتي بسيط شوية شوية في بعض الأمور البسيطة وبعض النصائح اللي بنعطيها أكيد هنصير نلاحظ إنه الأعراض صارت تتراجع شوية شوية وشنا نقدر نتعامل معها وآخر شي بالنسبة للفحوصات أنا إذا صار في عندي أعراض التنميل والخضران والبرود في الأطراف أو في جنب يمين أو في جنب يسار مع هذه الأعراض بتيجي وبتروح بتيجي كل شهر شهرين وكل ما أجد تاني مرة بتيجي بشكل أكتر وأي نرفزة أو أي تعصيب أو حالة نفسية سيئة الأعراض هذه بتزيد في هذه الحالة أنا مش طوالة بدي أروح أراجع طبيب مختصة طبيب أعصاب بدي أعمل فحوصات ذاتية هيك في البيت أشوف أول شي حاسة النظار أشوف إنه حركة البؤبؤ حركة العين فيها أي استأثير ألاحظ حركة الحركات التعبيرية في الوجه فيها أي تغيير في أي ضعف في عندي آلام في الفاك في عندي الآلام اللي في الحناك في عندي آلام غير مبرري في منطقة الوجه أو حسيس تاني أو عدم قدرة على الحكي أو الكلام أكتر شي بتتأثر بأب والعين والنظر في الموضوع هذه السهل إني ألاحظها إذا لاحظت هذه الأعراض كمان موجودة مع الأعراض السابقة ونضاف لإلها مش كل الحالات بعض الحالات الأغلب بنضاف لإلها ضعف في التوازن يعني بنصير مشيتنا نحس إنه إجرنا ما بتتحمل وبنميل على اليمين أو على الشمال هذا ممكن نلاحظه ممكن نلاحظ خشونة لما نكون ماشيين زي إنه العضلات مش راضية تتحرك زي عملية تجمد اللي هي الاسباستيسيتي أو الريجيديتي الاسباستيسيتي بتكون في كل الاتجاهات خشونة الريجيديتي ممكن تكون في اتجاهات معينة يعني لما أثني إجري بحس في الإنقباضات بس لما أفردها في المشي بتروح فهذه ممكن نشعر فيها والتشنجات اللي بتصير والتنميل والخضران تحت مفصل الركبة في عضلات السمانة هذه كثير مع الحالات الباركنسون خصوصا أول الأعراض تظهر على شكل تشنجات حد في عضلات السمانة ممكن إجر واحدة وممكن الإجرتين هذه الأمراض ممكن تعطي أعراض يمين أو يسار بروضي تحسس للبروضي يمين أو يسار زيادة حرارة أو زيادة بروضي في يمين أو يسار ممكن يكون زي ما حكينا مبارح بسبب هذه الأمراض المناعية العصبية إذا لاحظت إنه هاي الأعراض مجتمعة موجودة في هاي الحالي بتوجه للطبيب لأنه أخدت معلومات كفاية وبوجه الطبيب لهاي الأعراض بالزبط اللي يربطها مع بعض في هاي الحالي بيكون الحل الأسرع إنه عمل صورة امراي للدماغ وللنخاع الشوكي إذا الطبيب تشاف بعد البقع البيضاء على الصورة وبتكون واضحة سواء على النخاع الشوكي أو على الدماغ بتكون عاملة زي الكف ومبين بقع بيضاء فهذا ممكن يأكد التشخيص أهمية تأكيد التشخيص على البدري هذا حيحمينا من المضاعفات وحيخفف علينا من تكاليف الفحوصات التانية اللي هي ممكن تستبعد الأمراض كلها لأنه العراض شبيهة في أمراض كتير زي ما حكينا كبل ما نحسم الموضوع كمرضة تصلب لويحي في هاي الحالة احنا بنوصل للخيار الأفضل والتشخيص بسرعة والخيارات الدوائية والعلاج الدوائي كمان علاج ناجح وموجود ومتوفر فإنتوا ما عليكم إلا تتبعوا العلاج الدوائي مع العلاج الطبيعي البيتي في هاي الحالة انتوا بتضمنوا الشغلي على المضمون وأي شي بنحس إنه ممكن يفعكم في هالمرحلة هاي من مرحلة التأهيل احنا دائما بنعرضوا عليكم أول بأول فقط لا تخفيف هذه الأعراض والتعايش معها ونحاول نعيش حياتنا زي ما بنعرف ناس كتير تعايشوا مع المرض وعايشين حياتهم ومش مختلف عليهم أي شي المرض ما اختفى ولا راح بس ماشينا معه وتماشينا معه وعشنا حياتنا وهذا اللي بدنا إياه من عملية التأهيل والعلاج الطبيعي البيتي المجاني اللي ممكن فقط تعملوه في البيت وتسهلوا على حالكم وتوفروا على حالكم جهد وتعب وألام وكمان من ناحية مادية بدل ما تروحوا وتصرفوا اللي فوقهم واللي تحكم عشان تحصلوا على التشخيص المناسب فهيكي بيكون عندكم بعض المعلومات اللي هتساعدكم في الخيار الصح شكرا للكم تحياتي إن شاء الله هالمرة الصوت كان واضح وسامعين كل شي يلا سلامات عشو الخيار الصغير تحياتي إلك هم هم HS